اكد الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ان اعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل يعد اجراءا سياديا ويمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته الثاقبة وهذا الامر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين داخليا وخارجيا ويساهم في تعزيز الامن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار واضح معاليه ان البحرين تبقى وطن السلام والامان ومهد التعايش والانفتاح على الاخر وهو نهج اصيل وممتد في اطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الاصيلة اشتركوا في القناة